معنا من باريس الباحثة في الشؤون الأوروبية مايا خضرة أهلا وسهلا بك إلى سكاي نيوز عربية برأيك بماذا تختلف جهود المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل عندما يذهب هناك عن الجهود التي بدلها الرئيس الفرنسي ماكرون هل الطرح مختلف؟ هل التأثير مختلف؟ بماذا؟ ما الفرق؟ بالنسبة لي المبادرة الأوروبية هي نفسها المبادرة الفرنسية نرى أن الخطاب هو نفسه يتردد خطاب مهم جدا ديبلوماسيا إذ يتم في كل مرة التلويح بعقوبات التشديد على ضرورة تشكيل الحكومة ولكن هذا الخطاب نسمعه منذ أكثر من سنتين وحتى منذ مؤتمر سادر لنجدة لبنان على الصعيد الاقتصادي لذلك ترداد هذا الخطاب جعله فارغا ديبلوماسيا وسياسيا وبدأ يشبه نوع من الخطاب الخشبي والشعارات الخشبية لأن جوزيب بوريل مسؤول الديبلوماسية الأوروبية اليوم عندما ردد للمرة الألف ما تم التلويح به من عقوبات من كبال وزير الخارجية الفرنسي جون إيب لذريان الذي زار لبنان منذ حوالي الشهر تقريبا هو لم يطرح شيء جديد على لبنان هو يلوح بعقوبات على المسؤولين وعلى الدولة التي التقاها اليوم التقى رئيس الجمهورية الذي هو يعتبر أول حليف للأفريقاء الذين يعطلون وحتى هو ينتمي إلى التيار الذي يعطل تشكيل الحكومة في لبنان اليوم المشكلة ليست مشكلة كما يحاول أن يصورها البعض مشكلة نظام أو مشكلة طائفية اليوم المشكلة في لبنان هي مشكلة التصارع على النفوذ وهي مشكلة أيضا على تقاسم ما بقي من جثة الدولة اللبنانية حتى من جيفة الدولة اللبنانية إسمحي لي إذا كان هذا خطابا خشبيا ولا يختلف عن المبادرات الفرنسية لماذا يقوم الاتحاد الأوروبي به؟ ما هي المشاكل التي يخشى منها الاتحاد الأوروبي في لبنان؟ ما هي مصالح الاتحاد الأوروبي في لبنان حتى يقوم بمبادرة فارغة؟ كان هناك مفتاحا مهما جدا في خطاب جوزيب بوريل اليوم لم تتطرعوا إليها في مقدمتكم ولكن هي ملف اللاجئين السوريين في لبنان لقد طرح الأزمة صورها على أنها أزمة اقتصادية وليست أزمة لاجئين وهذا أمر صحيح ومعه حق في ذلك ولكن الاتحاد الأوروبي يهمه أن لا ينفجر الوضع لا على اللاجئين في لبنان ولا على أمنهم يهمه أن يكون أمنهم محافظا عليه في لبنان ولا يريد أن يكون ذلك فتيلة لإشعال نوع من المواجهات في لبنان لأنهم في ظل الأزمة اليوم من يمول اللاجئين ويحرص على عيشهم نوعا ما الكريم لأنهم ضحايا الحرب ولجأوا إلى لبنان ولكن الاتحاد الأوروبي يمولهم وبالنسبة للاتحاد الأوروبي الأولوية اليوم لردع أن يأتوا هؤلاء اللاجئين إلى الكرة الأوروبية أو أن لا يكون لديهم مستقبل نوعا ما آمن يهمه أن يكونوا بأمان في لبنان وأن يتم مساعدتهم عبر الاتحاد الأوروبي ويهمه لذلك أن يكون لبنان نوعا ما مستقر المصالح الأوروبية هنا واضحة لكن لماذا لا توجد إرادة أوروبية أو فرنسية في فرض العقوبات رغم التهديد بها هل هناك من ينتظر ضوءا أخضر أو تنسيقا مع واشنطن مثلا هل هناك خشية لأنه أيضا رأينا خلال زيارة ماكرون قبل ذلك أنه حتى كان فيه تواصل ليس سريا وإنما كان فيه تواصل مع ممثلين عن حزب الله وبالتالي هل موضوع العقوبات هو الغطاء لمفاوضات من تحت الطاولة طبعا المفاوضات من تحت الطاولة ليست مع حزب الله بشكل مباشر ولكن الاتحاد الأوروبي وفرنسا التي قامت بمبادرة للبنان لا يمكنهم أن يفصلوا ما بين سياستهم مع إيران والمباحثات الجارية اليوم في فيينا لإعادة أو محاولة إعادة إحياء الاتفاق النووي لا يمكن أن يفصلوا ذلك عن ملف حزب الله في لبنان لذلك نراهم نوعا ما متلكئين وخجولين في خطابهم وفي التشديد على سيادة الدولة وعلى أيضا أهمية أن يسلم حزب الله سلاحه لأن حزب الله اليوم هو فريق معطل كبير جدا في لبنان هو يستبيح الحدود البرية في لبنان هو يكون بمتاجرة المخدرات والممنوعات حتى عبر الاتحاد الأوروبي ولقد تم ضبط كميات كبيرة في إيطاليا مؤخرا من الكبتاجون وكان حزب الله مسؤول عن هذا التهريب الخجل خجل الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات سارمة على لبنان أو بطرح خطة طريق للخروج من هذه الأزمة أربطه بخجل الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع الملف النووي الإيراني ومسعيه الدبلوماسية لإعادة أحيائه لذلك لا يمكنه أن يصور حزب الله كأنه هو المعطل الأول في لبنان وهذا للأسف هو ما يجعل كل مبادرة أوروبية أو فرنسية خالية من نوع من الكوة القوة أو الاتحادية اسمحيك بسؤال الأخير هنا في حديث جوزيب بوريل يقول أن الحل الوحيد لبنان هو اللجوء إلى صندوق النقد الدولي هل هذا فعلا حل؟ هل هذا يعتبر تجاوز على الشروط الأخرى وهي أن تكون هناك حكومة من مزراء مستقلين وأن لا يكون هناك اختيارات سياسية وبالتالي المهم أن تكون حكومة وتذهب إلى صندوق النقد الدولي لأن حينها سيكون في رقابة مالية على الأقل هل تعتقدين بأن هذه رسالة لتجاوز شرط الوزارة المستقلة من وزراء مستقلين كلا لا أعتقد ذلك لأن صندوق النقد الدولي لم يعطي أي قرد للبنان في ظل الحكومة المستقيلة لحسان دياب لذلك الشرط الأول للصندوق النقد الدولي هو أن يكون هناك مستقلين في الحكومة في لبنان وهو أن يكون هناك ضمانات ضمانات أن هذا المال أو هذا القرد الذي سيتم تمديد لبنان به لن يذهب في يد الفاسدين أو في يد بعض من الأحزاب السياسية أو بعض من يتسلق السلطة للحصول على بعض من النفوذ بالعكس صندوق النقد الدولي هو على يقين تام جدا بما يحصل في لبنان وهو لن يتجرأ أن ينحرف نوعا ما عن التوجه الأمريكي في فرض العقوبات صندوق النقد الدولي هو سيكون نوعا ما في حالة استفاف أو في وضع استفاف مع العقوبات الأمريكية وشروط هذه العقوبات الأمريكية لذلك أي حكومة إن لم تكن فعلا مستقلة وخارجة عن أحزاب السلطة في لبنان لن تحصل على رضا هذا الصندوق لو حتى قامت بإجراء الإصلاحات وهذا أول استبعيده أيضا أشكرك شكرا جزيلا ضيفتي من باريس الباحثة في الشؤون الأوروبية مايا خضرة